مضيق هرموز البحري أزمة باتت تؤرق المجتمع الدولي فإيران التي روجت لنفسها بالشرطي الحامل المياه الإقليمية ما تزال دؤبة على نهج وصف بالاستفزازي فرغم الوعيد والتهديد احتجزت طهران ناقلة النفط البريطانية خطوة وصفتها المملكة المتحدة بالخطيرة كونها تزيد الأزمة احتقانا فدعت لندن لإنشاء قوة عسكرية مشتركة لضمان مراقبة الأمن الملاحي لكن طهران أبت أن يتم إنشاء تحالفات على مقربة من مياه الخليج فارتأت بريطانيا أن تواصل البحرية الملكية توفير ضمانات لسفنها على أمل أن يثمر الضغط الدولي عن قرار دبلوماسي يمكنها من التخلي عن المرافقة العسكرية وتماشيا مع رؤيتها أرسلت بريطانيا بارجة حربية لمواكبة عبور السفن التي ترفع علمها آخرها المدمرة HMS دونكين عسكريا تصنف باسم المدمرات الجرية مهمتها الدفاع عن الأسطول الذي ترافقه تجهيزات عسكرية متطورة تشمل رادارا وأسلحة طويلة المدى منها صواريخ موجهة فائقة السرعة فضلا عن أنظمة قتال قادرة على التحكم بالطائرات وتنسيق عمليات مضادة للطيران إذن التوتر بين لندن وطهران يزداد حدة على نحو مماثل كذلك الذي تشهده الولايات المتحدة وإيران فواشنطن بدورها حشدت قواها العسكرية لمياه الخليج بحملة الطائرات يو اس اس إبراهام لينكون التي تستطيع حمل ما يقارب التسعين طائرة بين مقاتلات ومروحيات وقاصفات فضلا عن تعزيز القوة الجوية بأربع قادفات استراتيجية من طراز بي 52 وفي غمار البحث عن تحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هورموس صرحت واشنطن على لسان وزير خارجيتها براستها لآلية إنشاء تحالف دولي من شأنه ردع الممارسات الإيرانية على حد وصفه ترجمة نانسي قنقر